تمييع الحرام دعاوى حداثية وغيرها الكثير من الضلالات التي يبثها الداعية مصطفى حسني في قناته وكالعادة قبل أن تأخذك العزة بالإثم وتذهب للتعليقات وتكتب شيء يزيد من سيئاتك شاهد حلل ثم قرر مورا كواليس مصطفى حسني بداية يجب أن تعرف أن الكبير في السن يسمى شيخ ورجل القبيلة يسمى شيخ ورجل العلم يسمى شيخ فعندما تجد شخص ما على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه شيخ توقف وفكر أي شيخ أنت منهم حتى تسأله في أمور دينك وتقتدي به وبكلامه صحيح ولكن كثر من الشباب لا تفعل كهذا الشاب الذي يسأل الداعية مصطفى هل يجوز التحدث مع فتاة بهدف التعارف قبل الزواج وقبل التقدم إلى بيتها فيجيبه قائلا طبعا نتكلم نتكلم ونتعرف على بعض ولكن في حدود المتعارف عليه كمدة يعني أنا ما صاحبش بنت ثلاثة أربع سنين وأقول إن أنا بتعرف عليها عشان أتجوزها وللأ الموضوع بيستغرق أسابيع يجيبه بالتأكيد ولكن بشرط ألا تكون مدة طويلة يعني أسابيع فقط وبالفعل يقتدي بكلامه من يتابعه من الشباب فتجدهم ربما يحدثون الفتيات بغرض الزواج ومن لا تعجبهم ينتقلون إلى التي بعدها وهكذا ويقول أنا سمعت واقتديت بالداعية مصطفى بجواز الحديث معهن بهدف التعارف قبل الزواج ثم إذا سألت ذلك الشاب هل تقبل الأمر على أخواتك أن يكلمهم شخص غريب لمدة أسابيع بهدف التعرف عليها قبل الزواج بها هل تقبل؟ فكيف تقبل الأمر على بنات الناس؟ فهذا أمر محرم شرعا ولكنه تساهل به ومن هنا تيجي بركة ربنا سبحانه وتعالى ودعم ربنا دينا ومساعدته دينا أن نحن نحسن للاختيار أسلوبه ونبرته الهادئة تجعل كل من يستمع إليه يصدقه ويطمئن له وبالتالي يصدق فتواه وهذا لا يجب أن يكون معيار لتصديق الشخص بل القرآن الكريم والسنة النبوية هي معيارك في أن تحدد بمن تأخذ العلم الشرعي منهم صحيح في إحدى مقابلاته هداه الله يقول أنه يحب سماع ترنيمة ما وأنه عندما يسمعها وهو في السيارة يشعر بالسند الإلهي من لا يعرف معنى الترنيمة هي من الطقوس الدينية المتعلقة بالمسيحية يعني نشيد يغنى في الكنائس المسيحية والسؤال ما حاجة داعي مسلم أن يستمد السند الإلهي من ترنيمة مسيحية والأخطر اقتداء متابعيه من المسلمين به وبالفعل متابعيه توافدوا لسماع تلك الترنيمة فلو بحثت عن اسم الترنيمة على اليوتيوب وذهبت منباشر إلى التعليقات ستجد أول تعليق يخرج لك مين جاي بعد برنامج كلام العربي مع الداعية مصطفى حسني تعليق آخر ترنيمة مصطفى حسني أما بعدها خذ عندك تعليقات كفرية مثلا تذكر أن هذا داعية المحزن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهن من تلك الفئة من الدعاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّةِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّةِ وَالْحَرِيرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَالْمَعَازِفِ فما عندما زالت إحدى الأخوات من متابعيه عن حكم الله تعالى في التعدد هذا جوابه هنفكر حضرتك في السؤال ده بالعواقب لو حضرتك شايف أنك لو جوزت الراجل المتجوز ده مراته قلبها يتكسر والبيت هيتهدم تحب يدل نفسك؟ فحكم على المرأة الأولى بالظلم وكسر الخاطر وخراب البيت إذا قبلت الزواج من الرجل المتزوج وكأنه أرأف على العبيد من خالقه من الذي فرض هذه الشرائع فتجده لم يذكر آية أو حديث في جواز ذلك بل اعتبره خراب بيوت تذكر أن هذا داعية وهنا سؤال مهم جدا سيخطر على بالك ستقول لماذا مصطفى هداه الله يعني يتساهل في المسائل العقدية والشرعية سواء في هذه المسألة والمسائل التي قبلها مع أنه يعرف الحق الساب باختصار والله أعلم أنه يحاول تمييع الدين يجعله سكر خفيف قليل التكليف يتناسب مع كل أهواء الناس يحاول إرضاء جميع الناس متناسيا إرضاء الله عز وجل فمثلا فتاة تسأله أنها لا تريد الذهاب لعرس أختيها لما فيه من معاصي فيقول لها أختي فرحها قريب وهيبقى في أغاني أعمل إيه ولازم أحضر فرح أختي لأنا رأيي أنك أنت تروحي وتخدمي في الفرح عشان بس نعطشوا الإجابات مثالية وروحي ونشغل بخدمة الناس عارفة اللي يحصل هم عارفين أنت شو مبسوطة بس هيشيلولك الجميلة دي وبعدين هيحسوا أنك أنت جدعة أنك فضلت مزاجهم وساعدتهم وانبساطهم على أنك أنت تعملي حاجة نفسك فيها روحي واخدمي في الفرح واعتقد فيه خليكي جدعة أنك فضلت مزاجهم وساعدتهم وانبساطهم على ماذا؟ على مرضات الله طبع لم يأتي في باله مثلا أن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وهو يعلم يقينا ما هو موجود في تلك الأعراس التي تقصدها تلك الفتاة من اختلاط وتبرج وعري وأغاني ومع ذلك يدعوها لأن تكون كدعة فهو بنفسه يذهب إلى حفلات بها متكشفة أيها الأحبة هدفنا من هذه الحلقة ليس الانتقاص من شخصه للتركيز على الأخطاء والضلالات الكبيرة التي يسوقها لمتابعيه تحت شعار دين سكر خفيف قليل التكليف يرضي أهواء الجميع تخيل أن الأخ مصطفى لم يكن كذلك في بداية مسيرته الدعوية فمثلا قبل 12 سنة كان لديه برنامج على قناة اقرأ وكان يشرح من خلال برنامجه شكل الحجاب الشرعي وكيف يجب أن يكون وبالفعل كان شرحه موفق وقال ما يرضي الله عز وجل وقتها ولم يكن يهتم بإرضاء أهواء الناس على حساب غضب الله عز وجل لتخرج بعدها النسويات ويهاجمونه على تلك الحلقة فبدل أن يهمشهم أو يرد عليهم بما يرضي الله خرج معتذرا لهم محاولا إرضاءهم تخيل أنا حابب أعتذر عن فيديو الحجاب القديم فأنا ما زلت أظن فيه خيرا لأنه في بداية مسيرته الدعوية كان كذلك فأدعوه لتقوى الله عز وجل في دعوته ولكنني بكل تأكيد أعتقد أن العلم الشرعي لا يجب أن يؤخذ من مثل هؤلاء هداهم الله بل يؤخذ من العلماء الأجلاء الذين لا تأخذهم في الله لوم تلائم فالحق حق والباطل باطل فلا يراعون أهواء الناس في فتواهم أما إذا كنت تريد منهج بسيط في التمييز بين الدعاء في زمن الفتن الذي نحن به هي قاعدة بسيطة إذا كنت تستمع لفقيه أو واعظ ورأيت هماتك للطاعات تزداد كلما استمعت إليه وضميرك يؤنبك وتضيق نفسك بالمعاصي التي أنت عليها فهذا يريد لك الجنة تمسك به أما إذا كنت تستمع لفقيه أو واعظ ورأيت نفسك كلما سمعته شعرت برضاك عن ذاتك وشعرت ببرودك تجاه خطاياك وشعرت بأن كل شيء على ما يرام فهذا يدحرجك إلى جهنم ففر منه فجوهر المسألة أيها الأحبة هي الصدق مع الله تعالى فالصادق مع ربه لا يبحث عن التبريرات والتسويغات في تقصيره في يوم من الأيام خرج النبي على الصحابة في مرض موته ثم صعد على المنبر يقول الراوي فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا اسمع ما قال قال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهنا ركز وإياكم ومحتفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واليوم على سف نجل الكثير من مروجي الدين الخفيف قليل التكليم الذين يستخدمون كلامهم المعسول واستوديوهاتهم الفخمة وفرقهم الكبرى في الإعداد والتصوير في محاولة لتخريب عقول الشباب ولكن الإسلام محفوظ من كل هؤلاء حتى قيام الساعة في النهاية شاركني برايك في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسي العجاب به وتمتم في أمان الله